نبقى مع فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الثامنة عشرة إذ عرف في يومه الخامس عرض الفيلم المغربي نساء الجناح جيمة وهو الشريط الطويل الثاني للممثل والمخرج محمد نظيفة الفيلم تم عرضه ضمن فقرة بانوراما سينما المغربية التي تختص بعرض أحدث الإنتجات السينمائية المغربية وفي إطار الأفلام الوثائقية فقد كان لجمهور المهرجان موعدا مع المخرج كمان هاشكار لعرض فيليمه الوثائقية الثاني عن التعايش بين المسلمين واليهود المغرباء في عينيك كنشوف بلادي مزيدا من التفاصيل حول الفيلمين نتبعها في تقرير من أعداد أمام سليمة وأنفراج وجواد أيجا قاعة الصفراء بقصر المؤتمرات لمدينة مراكش امتلأت جمهور المهرجان حج من كل مكان لمشاهدة فيلم نساء جناح جين في عرضه الأول بالمغرب وذلك ضمن فقرة بانوراما السينما المغربية المختصة في عرض أحدث الإنتجات السينمائية المغربية أحداث الفيلم تدور حول ثلاث مردات وممردة داخل الجناح جين بمستشفى الأمراض النفسية في الدار البيضاء هنا تبدأ مغامرات شيقة من أجل تغلب النساء على مرض الاكتئاب القاعة واحد تجاوب مع الجمهور واحد الحرارة في القاعة وهذا كي شجعنا وعجبنا بالحال بزاف والحمد لله داست الأمر بخير المشاركة ديالي أنا فرحانة بتواجه دي في مهرجان مراكش وبتواجه دي فيلم كهذا الحمد لله توفقنا وكنتمنى أنه من يخرج على القاعات يلقى واحد الإعجاب واحد تجاوب معه في القاعات الجمهور المغربي نساء جناح جيم يعد الفيلم الروائي الثاني الممثل والمخرج المغربي محمد نظيف فيلم يعرض لأول مرة في المغرب بمهرجان مراكش بعد عرض أول في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم سعيد بهذا الاختيار سعيد بهذا البرمجة كنت متخوف شوية وكنت متوتر ولكن الآن جيد سعيد لأنه ردت في الجمهور كانت مميزة ويردت لي شوية اتقاف نفسي فيلم محمد نظيف لقي استحسانا كبيرا من طرف المتتبعين عمال كان للموسيقى دورا هاما في نجاحه والتي ساهر الفنان المغربي يونس ميغري على تأليفها اشتغلت مع الفنان محمد نظيف في أعماله السابقة ويشرفني دائما العمل معه لأنه يأتي بأفكار جديدة ورائعة شيء آخر أريد الإشارة إليه إنه المخرج الوحيد الذي ظل وفيا لي فبعدما اشتغلت معه في أفلامه القصيرة الثلاثة الأولى اقترح علي تأليف كل أغاني فيلمه الجديد أشكره جزيلا على ذلك الفيلم دي اليوم ما شاء الله عليه يعني كان أعطاه لمحة لمحة قوية قوية لفا مغو كان كيف كانت وكيف شولت يعني شيء نفتخر به لا الإخراج ولا الحوار اللي كان بنا اسمه ولا الكوغاج اللي كان عند البنات كلهم كان فيلم في المستوى صراحة عروض المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تستمر مع فيلم مطائقي يحمل عنوان في عيني كنشوف بلادي عمال فني من إخراجه بالمدينة تنغير كمال هاشكار يحكي قصة زوجين من اليهود المغاربة يقرران البحث عن أصولهم المغربية يحكي قصة زوجين من اليهود المغربية يحكي قصة زوجين من اليهود المغربية ويحكي قصة زوجين من اليهود المغربية وأنا فخورة بزاف نكون هنا معكم اليوم ونتمنى الكمال بون كوغاج وإن شاء الله بالكل خير ونجاح في الفيلم ديالون بالمستقبل وإن شاء الله يحضروا ويشوفوا المغاربة فقرة بانوراما السينما المغربية تستمر في عرض خمسة أفلام تعد علامات فارقة في تاريخ السينما المغربية وتحظى باهتمام كبير من طرف جمهور المهرجان شكرا شكرا